تواصل مؤسسة حياة كريمة دورها الريادية في محور بنية الإنسان ودورها الفعال بجميع المناسبات حيث أوضحت المؤسسة أنها ستستكمل خلال عيد الأطحى المبارك فعليات مبادرة من إنسان لإنسان والتي تستهدف قيام متطوعيها بزيارة دور الأيتام خلال أيام العيد وكذلك تنظيم حفلات وتوزيع الهدايا والألعاب للاحتفال بالعيد وتعزيز قيم التكافل كما تستعد مؤسسة حياة كريمة لتوزيع عدد من الطرود الغذائية لدعم أكثر من 35 ألف مواطن في عدد من المحافظات وأكدت كذلك المؤسسة أنها قامت بتشغيل عدد من مطابخ الخير بمناسبة الأيام العشر الأوائل من دي الحجة لإنتاج ألف وقبة يوميا ذلك بإجمالي عشرة ألاف وقبة العمل على توزيعها لدور المسنين الأكثر احتياجا ترجمة نانسي قنقر